ماذا قال الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية عن هذا اللقاء الاخوي كتب الشيخ محمد كما نتابع سعدت بمشاركة اخواني القادة لقاء العالمين التشاوري الاخوي دولة الامارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الاشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة وهكذا كتب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا قد استقبل السيد مصطفى الكازيمي رئيس الوزراء العراقي ايضا في قصر العالمين كما نتابع وايضا جارت جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر السيد مصطفى الكازيمي ثم بعد ذلك استحب السيد الرئيس السيد مصطفى الكازيمي وقام بتوديع السيد مصطفى الكازيمي بمطار العالمين نتابع هذا اللقاء بين السيد الرئيس والسيد مصطفى الكازيمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر